بسنائة كهرباء وعبداليادة الأهل بيحقى انتصار الواحد وعشرين على التوالف الدوري محسوم اشتركوا في القناة رغم حسمه للدوري على أهل بقيادة فنية من سامي أمصان بيحصل ثلاث نقاط جديدة وبيحقى انتصار الواحد وعشرين على التوالي بالفوز على زد بهدفين مقابل هدف واحد ناحية تانية هاترك فيستو ميلي بيقود بيرامز للفوز الكبير على طلاع الجيش خمسة اثنين علشان صراع الهدفين يشتعل مع وسام أبو علي صاحب الصدارة بفارق هدف واحد بس عن مايه بس الحكاية ما خدسش يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نادي الأهلي يواصل كسر أرقامه القياسية هو اللي بيكسر أرقامه هو يعني الموسم ده نادي الأهلي النهاردة بيوصل المباراة رقم واحد وعشرين على التوالي بيحقق فيها الانتصار عشان يكسر الرقم اللي كان موجود من كم يوم اللي هو عشرين مباراة على التوالي دون هزيمة وبانتصارات متتالة الأهلي اليوم بيفوز على زد الفرين محترم جدا اثنين واحد كهرباء مرة أخرى يعود لتشكيلة النادي الأهلي ويسجل هدف التقدم في دقيقة تالتة من الوقت بمحتسب بدلا من الضائع الهدف أمام حضراتكم ويبدو بشكل واضح جدا ان كهرباء يلعب تحت ضغط كبير جدا ضغط من وجهة نظري هو حطه على نفسه مش حد اللي حطه عليه لعيب كبير مفيش خلاف بس هو حط نفسه لحضر الضغط مش مفهوم بعد كده احمد عبدالقادر ايضا بعد فترة غياب يسجل هدف الثاني للنادي الأهلي وهدف تأكيد الفوز في دقيقة تلاتة وستين بمهارة كبيرة كعد نهاردة كريم الدبيس شارك مع النادي الأهلي بعد العودة من رحلة المنتخب الأولمبي في باريس وايضا الناحية التانية مصطفى سعد ميسي لعب مع الزيد بعد العودة من باريس مع المنتخب الأولمبي وسجل هدف الزيد الوحيد في دقيقة سبعة وتمانين الهدف أمام حضراتكم أيضا حطها كان موجود برضو ورجع هو الآخر من المنتخب الأولمبي النهاردة مباراة أخرى كانت بابين بيرامدز وطلاق الجيش بيرامدز فوز كبير جدا بعد ضمان خسارة الدوري العكس شوية يعني الزواء اللي فات كان قال لحسم الدوري وبيرامدز فقط حزوزه رسميا في الفوز بالدوري قدر النهاردة ببيرامدز بعد ما تخلص من كل الضغوط يفوز خمسة اتنين على طلاق الجيش بيسلم ما ييلي واحد من أفضل المحترفين الأجانب في الدوري المصري سجل الهدف الأول في الديئة السادسة سجل هاتريك بيسلم ما ييلي النهاردة الهدف أمام حضراتكم الهدف الأول ثم أضاف الهدف الثاني بعدها مباشرة وبعدها بدأتهم بالزبط سجل الهدف الثاني لفريقه ونفسه ثم سجل كريم طارق الهدف الأول لطراق الجيش في الديئة تسعة وثلاثين وعيد محمد رضا بوبو وزود غلة بيرامدز من الأهداف بهدف ثالث في الديئة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضاعف الشوت الأول في الشوت الثاني دخل طراق الجيش بقوة أكبر وقدر يسجل هدف تديئ الفارق مرة أخرى في الديئة 58 عشان تصبح النتيجة 3-2 ثم قدر زلاكة واحد من المتعلقين أيضا أو بدأ يتقلق مع بيرامدز في الفترة الأخيرة سجل هدف الرابع لبيرامدز في الديئة 65 وأضاف فيصل المغيلي الهدف الثالث له في هذه المواجهة والخامس لفريقه في الديئة 72 يعني السبع أهداف 72 ديئة بمعدل كل عشر دقايق هدف كانت مباراة ممتعة دي حكاية حكاية أخرى هتكلم فيها باختصار شديد جدا وهروح لأخباري سريعا عشان ضيف العزيز النهاردة ضيف مهم جدا هو الدكتور أحمد أبو لوفا الاستشاري النفسي للنادي الأهلي كان موجود مع الفريق خلال الفترة الماضية وعمل معهم شغل محترم جدا جدا هنتكلم في كثير من الأمور والتفاصيل بس أقولك حاجة مهمة فيما يخص الأولمبياد وما حدث في الأولمبياد بما أنه النهاردة كان ختام الأولمبياد أولمبياد باريس 2024 وباختصار شديد ومش هطول خالص ونتكلم الأيام اللي جاي بشكل تفاصيل في نقطة مهمة جدا وبساطة شديد مين قال لحضرتك سين أو صاد إن احنا مش كلنا عايزين نفرح بلعبتنا وأبطالنا إن احنا بنحاول نأذيهم أو نخليهم في وضع حرج أو إن احنا مثلا كنا لقدر الله شمتانين في بعثتنا المصرية في الأولمبياد في بعض الناس بتحاول ترسم الصورة دي دلوقتي علشان تقول احنا ما غلطناش احنا ما عملناش حاجة غلط هو بس سوق التوفيق يا عم وانت هتعترض سوق التوفيق والحظ بص تعال نتكلم بهدوء وبهدوء شديد خلينا نقول إن احنا أكتر من مئة مليون مصري بنحب بلدنا نقول نسبة ضئيلة جدا جدا ما بتحبش الخير لبلدنا ضئيلة نسبة ضئيلة مش مهمة يعني ما اللقى تعنينا في شيء بس كلنا بنحب بلدنا بنحب أبطالنا بنحب سورة بلدنا تبقى في أعلى وأعلى 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 الأماكن نحب نشوف عالم بلدنا طول الوقت مرفوع فكلنا شورة كفده حضرتك اللي أنا هنتقدك وحضرتك اللي هتنتقدني كلنا عندنا نفس الهدف هو بلدنا خلاص الأول حطينا إيه؟ قاعدة سابتة هي بعد كده نتكلم مع بعض بهدوء ما ننميش على بعض الاتهامات يعني أنا لما أجي أقولك إحنا كنا مستنيين ميداليات أكتر من التلاتة فتطلع إنت ترد علي تقولي والله إحنا معرفناش نجيب أكتر من تلاتة عشان واحد اتنين تلاتة اربعة ليهم علاقة بالتوفيق والحظ وليهم علاقة بأماكن الإقامة مثلاً ليهم علاقة أسباب منطقية هسقفلك وأقولك آه موجودة بس ما فيش مانع خالص بما أننا كلنا عايزين مصلحة بلدنا نقول والله بس إحنا كان في حاجة المفروض نعملها ومتعملتش بشكل كويس إحنا والله أثرنا عندونا قصد مثلاً في الجزئية ديت والله إحنا الفترة اللي جاية دي هنشتغل على أخطاءنا اللي فاتت اللي هي موجودة وهنحسن عشان في الأولمبيات اللي جاية نضمن ميداليات أكتر نتكلم مع بعض بالطرية دي وبحسن نية وبصدق أنا صدقك وأنت كمان تصدقني وأنا بنتقدك ما تقلقش مني وأنا ما قلقش منك وتبقى العملية كلها طول الوقت بنتخاني وتول الوقت بنمسك لبعض الأخطاء ونقول أنت ما بتعرفش وأنت مؤذي وأنت عملت ببلدك وأنت ما بتحبش بلدك وأنت لا أنت اللي ما بتحبش أكتر فيش الكلام ده نقعد يا جماعة نتكلم مع بعض بهدوق وأنه نقول الحقائق بشكل واضح أيوة ببساطة شديدة بتصريحات المسؤولين ومنهم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن احنا هناخد أكتر من ست مديليات لتصريحات مسجلة صوت وصورة طيب أنا لما خدت منك الكلام ده واتخدته إيه إذا كانت تواصق أنا مش مستني بقى الحظ فأنا قلت إيه خلاص هناخد أكتر من ست مديليات طيب هتيجي تقول لي يا حبيب أهل رياضة ما فيهاش كده ما فيهاش حاجة مضمونة صح؟ أنا رأيي كده برضو بس ليه؟ إنت قلت إن احنا هناخد أكتر من ستة أو سبع مديليات والخطأ هنا مش عندي أنا مشيت وراءك وبعد ما مشيت وراءك غريقت ما لقيتش الكلام ده موجود ممكن كنت تقول لي والله إحنا التجهيزات بتاعتنا ما تدناش أكتر من مديليتين أو ثلاثة فلما حراجت أخد مديليتين أو ثلاثة أقول والله الراجل كان عنده حق ونحب بقى نتكلم على طب إحنا ليه ناخد اتنين أو ثلاثة بس ما إحنا مفوض ناخد أكتر وإحنا عندنا بعثة كبيرة طب وليه دول مثلا ممكن ما تبقاش كبيرة زي بلدنا فمؤخذت مديليات أكتر طب ليه؟ ونقعد نتكلم ونسأل ونشوف التفاصيل هل إحنا مثلا محتاجين ما يبقاش عندنا ألعاب كتير بتشارك في الأولمبيات ولا لا؟ ليه لا؟ يبقى عندنا أبطال كتير يبقى اسمهم أبطال أولمبيين موجودين في الأولمبيات حتى لو مخذوش مديليات دي حاجة مفيدة ولا لا؟ هل إحنا عندنا التجهيزات الرياضية في البنية التحتية كلها مؤهلة لكل الألعاب ديت إن هم تجاهز اللعبين ولا لا؟ هل إحنا أسرنا بدون قصد شوف هوق بدون قصد إنه مثلا كنم يحتاجين النصر فاكتر عصنا برضو عشان أبقى أمين معاكو يعني أنا مش عاجبني الوضع كله بس مش مع الناس قوي اللي بتتكلم على المصاريف اللي اتصرفت مش مع الناس دي قوي ليه؟ أنا شايفي نحن مفهول نصرف كمان أكتر واكتر الرياضة تستيعي إنه حننصرف عليها أكتر من كده والرياضة على فكرة مش فكرة إنه بس ناخد ميداليات يا سلام لو الشعب كله بيلعب رياضة يا سلام لو الشعب كله بنصرف على الرياضة والناس تتعلم رياضة وتلعب رياضة دي حقا كويس مش حاجة وحشة لها أهدف كثيرة أصلا أكبر كمان من فكرة مجرد إنه حنناخد ميدالي وإن كان ميدالي دي حاجة كبيرة وعظيمة جدا وفيش أسمى من كده إن إحنا يبقى عندنا عالمنا مرفوعة طويل وقت بس نصرف تاني نصرف فقط ماشي بس نقول للناس بوضوح إحنا منصرف بالرقم الكبير ده عشان نخش على الأقل نقول إحنا داخلين لنافس على ميداليا إحنا هناخد ميداليا تبقى الحكاية إيه؟ التوفيق يلعب معنا في أني جزئية بقى إن إحنا كنا مفهول ناخد دهب بس جات فضة كنا مفهول ناخد فضة فجات برونزاية زي بالضبط ما حصل مع صارة سمية إحنا إن شاء الله هناخد معاها دهب مجاتش الدهب جات الفضة ده توفيق دي رياضة إحنا مش منلعب نفسنا إحنا منلعب برضو أبطال تانيين فتمام تعدي بس لما لقي نفسي بقيت في المركز الأخير في كثير من الألعاب أخير قبل أخير ده مش توفيق ده تخطيط ما كانش جيد بنسبة مية في المية لو سمحتوا مع شوية هدوء وإحنا بنتعامل مع بعض أنا هنا بخاطب نفسي وبخاطب حضرتك كمسؤول عن الرياضة وبخاطب بالناس اللي موجودة على السوشيال ميدي اللي هم الجميل المصير الغيورة برضو على بلدهم وعلى أبطالهم بنخاطب بعض نتكلم مع بعض بهدوء مرة إحنا بنتشفق طول الوقت في بعض للأسف يعني وبنمسك في بعض طول الوقت مسكين في رقبة بعض دي حكاية تعالوا إحنا أخبرنا على طول عشان ما ضيعش معاكم وقت أكتر من كده عشان نستقبل ضفن العزيز محمد علي بن رمضان اللعب التونسي الدولي قريب جدا من النادي الأهلي العرض الأخير للنادي الأهلي عرضوا على نادي محمد علي بن رمضان النادي المجري كان مليون و سمئة ألف دولار الأهلي خلص كل الأمور التفاوضية مع محمد علي بن رمضان اللي باقي فقط بس حسم الأمور مع ناديه محمد علي بن رمضان يمرس عليه كثير من الضغط من الجماهير الجميع الترجي التونسي هم بيتعاملوا معه أنه واحد من أبناء النادي وأنه لو هيرجع من الاحتراف الأوروبي يرجع على الترجي الأمور دي بتخلص دلوقتي واحتمال كمان محمد علي بن رمضان يبقى موجود في مصر في النادي الأهلي مع أسرته الفترة اللي جاية محمد علي بن رمضان قريب أقرب من أي وقت مضى من النادي الأهلي والتوقع للنادي الأهلي لعب كبير ومهم جداً في كل الأمور النواحد الدفعية والنواحد الجمية ممتاز لعب ممتاز هيبقى صفقة كبيرة ومهمة للنادي الأهلي النهاردة كمان للأسف بحسب الدكتور أحمد جبالة طبيب النادي الأهلي وبعد إجراء الإشعاعات والفحصات اللازمة تأكد إصابة كريم فؤاد لعب النادي الأهلي بقطع فيه الرباط الصليبي الأمامي الإصابة اللي جات له في مباراة المباراة المضائية أمام السموحة ألف مليون سلامة على كريم فؤاد حظوح شوية موضوع الإصابات بس قدر الله ومشاء فعلا إن شاء الله يبقى زي الفل في يارة بوقت الممكن إن شاء الله يعني طيب أحمد فتوح أحمد فتوح حكايته كتير فتوح أقول لك الخبر وبعد كده علق عليه النهاردة أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك قال إن قرار النيابة النهاردة بحبس أحمد فتوح لعب الفريق لمدة أربعة ايام على زمة التحقيقات على خلفية دكسو لأحد الأشخاص بسيارته على طريق الساحل الشمالي فجر اليوم الأحد نيابة أمرت بإجراء التحاليل الخاصة بالمخدرات بالنسبة للعب وأحمد فتوح أدل بأقواله اليوم أمام النيابة كما استبعت النيابة لأقوال محمد صبحي زميله بالفريق اللي كان يرافقه فيه السيارة أثناء وقوع الحادث المستشفى استقبلت المستشفى العالمين النموزاج استقبلت جثة المواطن اللي يابلغ من العمر 54 سنة ومقيب في الأسكندرية وتم نقله إلى الثليات لحين الانتهاء من الإجراءات الحادث حصل أثناء عودة فتوح وصبحي إلى القاهرة من العالمين وأحيل فتوح إلى النيابة العامة طيب بص فتوح كسسه كتير وحكاياته كتير والأحداث اللي حصلت مع فتوح قبل كده ما كانتش أحداث عظيمة بس فيه نقطة مهمة جدا في الأمور اللي زي دي برضو هنصح نفسي هنصح حضراتكم معي فيها منسبة تحيات تاخد مجراها يعني إيه يعني تحليل المخدرات والحادثة حصلت إزاي والتفاصيل دي كلها والنيابة العامة تحقق في الأمر بعد ما النيابة العامة تحقق في الأمر وبعد ما يثبت على اللعب أي شيء أو لم يثبت نمع نتكلم في الأمور اللي زي كده يا جماعة تبروا أن البناء آدم دوت بناء آدم في وضع صعب جدا وأكيد فتوح في حال الصدمة وأموره صعبة جدا فنستنى شوية ومتزودهاش يعني ما تزودهاش يعني مش نقهية كده كده أصلا الدنيا فيها مشاكل كتير بالنسبة له في الحكاية ديت مش محتاجة إشعاد زيادة يعني كده كان خالص هو قريدي واصل لحتة خطيرة جدا ربنا يا رب يعني يعني ينجيه منها لو إن شاء الله ما كانش عمل حاجة فيها مشكلة لو عمل خلاص هيتحاسب فيه نيابة عامة بتحققه هيتحاسب نصبر بس نصبر ببساطة أنا مش بقول إنه هو مش هيبقى مدان وارد جدا يبقى مدان لما يبقى يدان نبقى نتكلم ساعتها ونقول ليه اللي وصل أحمد فتوح لهذه النوت بعد الفاصل هشرفني ونورني الدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي السابق للنادي الأهلي خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر يا علمنا بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة الدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي السابق للنادي الأهلي وعايز أقول لكم حاجة يعني قبل هذا اللقاء اللقاء ده حصل عشان كمان كل اللي يتعاملوا مع الدكتور أحمد أبو الوفا يعرفوا وقديوا هو شخصية عظيمة جدا كل اللعبين في النادي الأهلي بيتحدثوا عنه دائما بكل الخير أصدقاؤه حتى الخارج الفريق الكورة دائما يتحدثوا عنه بشكل عظيم جدا هو دكتور أكيد إن شاء الله بإذن الله في هذه الفقرة تستفيدوا منه جدا جدا كلامه دائما مهم ومفيد دكتور أحمد مشرف ونور أنا سعيد أنا كمان والله يمسوط جدا أن أنا معك أخبرك إيه؟ والله الحمد لله أخبرك حلوة؟ كله جميل ومن نسبة السؤال اللي اتعرضت دي أنت معك كم بطولة معليه؟ ستة سبعة حاجة كنت دائما بكلم سحبي بقولهم أنا الدكتور النفسي الوحيد في مصر إلا مع ابو تلتين أفريقي الله أعلم الزبط جدا أنا أول دكتور والوحيد اللي معاي يعني أول دكتور إلا مع ابو تلتين صحيح مدولات كتيرة مع النادي الاهلي صحيح مش هكلمك طبعا عن النادي أنا النهاردة الحوار بشكل عام بس إنت أكيد استمتعت بالرحلة جدا 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 حلم من أحلام حياتي حققته هحصل إزاي أصلا؟ إزاي دخلت النادي الاهلي أنا أعلم أنت أهلاو جدا بس إزاي تم اختيارك هقولك اللي قدر أقوله آه لا طبعا طبعا أنا مش عايز أخدخلك في تفاصيل قبل ما بشتغل مع النادي الاهلي بثلاث سنين أنا بحاول أزن في كل حتة ممكنة إن وجامعة دي شغلانة مهمة صح وبعدين لما جيت فرصة إن أنا أشتغل مع النادي الاهلي ده أجيب الصدفة بره لموضوع خلص آه تماما يعني صدفة ما مش مهمة يا إيه دلوقتي فدخلت عملت الانتربيو مع كولر آه فبيقول لي أنت عايز تشغل هنا لأيه قلت له أنا عايز أقنع الناس إن دي شغلانة مهمة هايل فالراجل اقتنع واشتراه وبس خلص آه ده خليني أفهم إنه أنت ممشتش بأي مشكلة أو الأزمة تعالقتك بالنس كويسة صح كده إنه أنت بش شغلك أنت الخاص يعني يعني تاني مرحلة من مراحل الحياة كانت جميلة جداً رائعة هايل مبهجة فيها حماس كتير جداً فيها إنجازات كتير وبطولات كتير زي ما أنت بتقول بطولات أصحادك أنت بطولات زي كل مراحل الحياة بالمناسبة عايز عليك سؤال كنا بنتكلم فيها قبل ما نخش على الهواء هو ليه الناس بتحب الكورة؟ آه ده فانطقة مهمة فانطقة بحب أتكلم فيها هايل أولاً تعلق الناس بالكورة أكبر بكتير من مجرد متابعتهم لشيء ما مسلي أو شيء ما ليه علاقة بالانترتيمنت أو التسلية أو الرياضة بشكل عام الكورة في 90 دقيقة بتوصل للبني أدمين كم من المشاعر هم يتمنوا يعيشوا في حياتهم العادية بمعنى أنه أنا في حيات العادية أحب جداً أحس بالانتصار الواضح الانتصار المباشر بس أنت لما تنزل شغلك تاني يوم الصبح أنت مش تحس بالانتصار المباشر ده غير يمكن في شهور و سنين وبعدين لما تنتصر فيه حد يجي يقولك أصل هو معلش أصله ما كانش كويس قوي انت تحسه في 90 دقيقة محتاج أن انت في الحياة تحس أن فيه فرصة تانية بعد الوقوع على بال بقى ما تاخد الفرصة التانية بعد الوقوع دي في الحياة تاخد شهور ما كانش سنين و هكذا فالترباح خمس تيام ممكن تاخد مكسب في البعد الهزيمة و خلاص العملاء خلص بالضبط فالكورة بتوفر للبني أدمين احتياجات عاطفية مهمة جداً ولهذا هي فيها كم من مهول من الاندستري صناعة فيها فلوس وفيها ميديا وفيها حاجات كتير وتغطية في كل العالم واخبارها مهمة احنا الناس اللي بتحب الكورة تلاقي الناس كتيرة برضو بتقابلني يقولك وانت اكيد بسيبات السؤال لك كتير وانتوا اللي بتحب الكورة او كده ومتعلقين بيها انا شخصياً بحب الكورة لانه بتسمحلي بكم من المشاعر والتصرفات ما بعملوش في حياة العادية يعني في حياة العادية شخصة هادي خالص بس انا في الكورة بعرف اطلع صوتي لأخرا دي حاجة مش بعملها في حياة العادية في حياة العادية شخص مبتسم نادر الغضب في الكورة ممكن اغضب وازعق واتخانق وعمل وهكذا حاجات فالكورة بتسمحلي ان انا ابقى بمارس بقية المشاعر وبقية المناطق من شخصيتي اللي الحياتي الاجتماعية ما بقيتش بتسمح بيه ببساطة نقطة مهمة جد طيب ليه الطبيب النفسي مهم في فريق كورة او فرق رياضية عموما يعني ليه الطبيب النفسي ده مهم عشان برضو برضو احب افصل لك كل سؤال انه الناس كتير قوي تقول لك هو اللعيبة عندها مشكلة هو مع نفسيتهم تعبانة يعني فلازم بيقى فيه طبيب نفسي وبعض الناس يعني ما سأكدت بصديف مدربين اقول لهم ضرورة ان وجود طبيب نفسي مع الفرق يقول لي لا ما انا ممكن العب الدور ده واتعادي جدا واقعد مع اللعيب لو عنده مشاكل احلال وكلامنا كله فليه الطبيب النفسي مهم زي العالم كله يعني طيب هنا محتاجين ناخد الموضوع لمنطقة تاريخية شوية ناخد الموضوع من وراء خالص هو امتى اول مرة تقال انه الحالة النفسية مهمة جدا للرياضيين مع مؤسس الاولمبياد الحديثة سنة 1900 الراجل ده هذا الشخص الذي اسس الاولمبياد قال انه الاداء الزهني للعيبة ممكن يتغير وقت الاداء عن وقت التمارين هو كان بيتكلم على بني قدمين بيشوفهم انه وقت التمارين او وقت حياتهم العادية بيقدوا افضل بكتير مما وقت الاداء تحت ضغط وبعدين مات الموضوع شوية وبعدين على التلاتينات الاربعينات تبتدى يبقى الناس بتتكلم على فكرة الحالة النفسية بشكل عام بيسموها الحالة الروحانية الروحية انه اللعيب اللي موده حلو هيقدي احسن من اللعيب اللي موده وحش وهكذا وبعدين الحدودة دي دماء خفيفة قوي بعد الحرب العالمية التانية ابتدى يبقى فيه سباق فضائي ما بين امريكا وروسيا انه على مين هيطلع الامر الاول مين هيطلع الفضاء الاول لناس فاكرة يوري ججارين من ناحية ونيل عورمسترونج من ناحية وكذا وفكان الروس بيدربوا رواد الفضاء الروس على التدريبات الذهنية على السبات على التركيز على الانتباه على سرعة رد الفعل وبعدين اكتشفوا انه النوع ده من التدريبات ينفع نحوله للرياضيين رياضيين للرياضات الفردية وجي بعدها الوليمبي جيمز بتاعت سنة 76 اللي كانت في كندا العالم كله الغربي متوقع انه الوليمبيات دي كانت الامريكان والكنديين والانجليز هيحققوا فيها نتاج مبهرة اكتر من روسيا وشارع اوروبا فلاقوا العكس انه روسيا اكتسحت الوليمبيات دي ببعدد مدليات كتيرة جدا في الرياضات مش متوقعة بسبب التدريبات انه نقلوا التدريبات الزهنية اللي كانوا بيدربوا عليها الرواد الفضاء للرياضيين بتاعت الالعاب الفردية ومن هناك وهو كان قبلها بعشر سنين نبتدى يبقى عندنا الاتحاد الدولي لأخصائيين علم النفس اللي المتخصصين في الرياضة ففيه فرق انا عايز افرق ما بين المهارات النفسية والمهارات الزهنية بمعنى انه انت وانت في شغلك دلوقتي انت محتاج تبقى مركز محتاج تبقى فاصل ما بين حياتك الشخصية وحياتك المهنية على الأقل في الوقت بتاع الأداء انت عندك ساعة هوا ساعة الهوا دي أداء طبعا وهكذا محتاج ان انت يبقى عندك روتين انت عارف انت بتعمل ايه قبل ما تطلع على الهوا كل يوم محتاج ان انت يبقى عندك سرعة ترد فعل للكلام اللي انا بقوله بحيث ان انت تبقى بتفكر في تسأل سؤال تاني محتاج ان انت يبقى عندك حاجة اسمها نقل انتباه من حاجة لحاجة يعني لو انا بتكلم والأير بيس في ودنك بتقول حاجة فانت محتاج تبقى مركز هنا ومركز هنا وتنقل ما بين الاتنين بسرعة محتاج ان انت يبقى عندك حاجة تانية اسمها ستين دي تنشن انا مركز لوقت طويل في نفس الحاجة من غير ماذا هواقع في النص محتاج حاجة اسمها تنظيم المشاعر ازاي ان انا بقى مش غضبان قوي ومش خايف قوي ومش متوتر قوي وهكذا فدي مجموعة من المهارات اللي التدريب عليها بياخد شهور واسنين علشان اعملوا بطريقة كويسة علشان اوصل للنتيجة كويسة وبنسميها المهارات الزهنية فبالتالي احنا عندنا جزء مهم اسمه المهارات الزهنية وما هو ليه علاقة بالجهاز العصبي بشكل عام وعندنا جزء بقى ليه علاقة بالنفسية الحالة المزاجية والحالة العاطفية للاشخاص والدوافع والتعامل مع الضغط والتعامل مع القلق والتوتر واوقات كتيرة انه زي اي شخص في الدنيا ممكن انه يبقى حاسس انه لو هو الناس مركزة معي قوي اكتر من اللازم فبالتالي محتاج انه يكون في اعلى اداء ليه طول الوقت ده بيبقى سترس كبير لدرجة انه بعد شوية وقت يبقى بنتعامل مع اعراض الارهاق الزهني والارهاق النفسي والبرناوت او الاحتراق وما شابه فالشغلنا هي مش تخصص واحد اولا هي مجموعة تخصصات الحاجة التانية انه المجالات فيها كتيرة جدا بجد يعني على مدر انه سواء كانت مهارات نفسية او مهارات ذهنية او تدريبات اه عايس لك سؤال مهم جدا قبل ما اروح لفاصل وانت تتابع الاولمبيات انت ممكن تتابعها غيرنا احنا منتابعها كناس متابعة للرياضات هو بعثتنا المصرية انت حسيت انه كان عندنا نقص في الجزئة دي التجهيز النفسي والعقلي في الاولمبيات دي وعديك مثال انه زياد السيسي مثلا لما خسر وكان مرشح لميداليا زهبية طلع قال انا حصل لي مشكلة في التركيز في اخر مباراتين سواء مبارات التالت والربع ليلة برونزية او مبارات السيمي فايلل الممكن تتوسعه لفايلل هل ده كان مهم جدا بالنسبة لنا انه يبقى موجود دايما طبيب نفسي مع اي رياضي طيب انا عايز ارد هنا رد بجد رد حقيقي مش رد ميديا ياريت ولا نعرف ولا نقدر نقول كان هيبقى مفيد ولا لأ لسببين الحاجة الاولانية احنا مش عارفين البيزلان برسناليتي شخصية الشخص ده سواء كان زياد السيسي او غيره في الحياة العادية عمل ازاي وهكذا وكان هيبقى مفيد ولا لأ الحاجة التانية انه هي فيش حاجة بتتعمل قبل الاداء على طول بمعنى انه علشان الشخص المعد النفسي او المعد الزهني يجيب نتيجة مع شخص هو محتاج انه يشتغل معان منمام 6 شهور في اكتر ويفضل انه يبقى من بدري جدا يفضل انه يبقى من سنة صغيرة فبالتالي كون انه اتشتت او فقط تركيزه ده احتمال انه يكون لما ده حصل هو الامور بازت كون ان لو كان في شخص موجود في اللحظة دي هيعرف يرجعه للتركيز والانتباه ما نعرفش صح فهمتك يعني هي الكسة عندك مش انا هقول لك كلمتين او ثلاثة 4 كلمات لوحد داخل يلعب فهو خلاص بقى تمام بقى سنين مية في المية ومعندوش مشاكل بالزبط لانه تحليل انا فقط تركيزي ليه دي حاجة مهمة جدا انا فقط تركيزي علشان اتشتت بيه تليفونات وكاميرات وسوشال ميديا وحاجات ولا انا فقط تركيزي علشان انا مبارح نايم قليل ولا انا فقط تركيزي علشان مقدرتش تتعامل مع الضغط بفكرة انه المداليا بتقرب او ان انا داخل علماتشين مهمين او مجد ان انا صغيرة اشياء الهمة مثلا بنتي اختي مامتي اي حاجة شخصية جدا فتحليل السبب اللي عنده انا فقط التركيز مهم لكن الاهم من كل الكلام ده بجد انه الاشخاص دول كلهم كل الرياضيين في اللحظة اللي يشك فيها انا كويس ولا لا يلاقي حد يكلمه اه دي نقطة مهمة يلاقي حد يبقى عارف انه يتشك يراجع معاه هو انا دلوقتي في الوضع الطبيعي بتاعي ولا لا وده لازم حد يكون حافظه عارف الروتين بتاعه ودي نقطة مهمة جدا حاجة اسمها بري جيم روتين الروتين اللي قبل الاداء بتاعي هو انت محافظ على الروتين بتاعك ولا لا وينفع على فكرة جدا انه الناس بتتعامل مع الزمن على انه وحدة قياس انت زمن مش وحدة قياس فيه بني قدمين دماغهم بتوقف عن زمن معين او يجري على زمن لسه مجاش فممكن يكون هو عطل في الحاجة ما حصلت لسه دماغه شغالة فيها يعني انا شفت ده في مطش الهندبول جدا في مطش الهندبول بتاعه اللي خسرنا فيه من الاسباني دي نقطة مهمة احنا كاسبانين اربعة جوان ليدنج وفي الديئة سبعتاشر وراحين بفاست بريك لو وقفنا هناخد نفسنا وبتاع فاست بريك معاقرب دخلنا وحاولنا ان احنا نعمل الحاجات وبعدين ما جاتش الامور تردت علينا بجون فبقينا تحت تلاتة اللعيب اللي رجع الفاست بريك ده ضاع منه بعدها بقتين او تلاتة كان لسه بيلوم نفسه فهو التلات دقائق دول هو مش موجود فاللاحظة دي محتاجين حد يرجع بس حد يبقى بيتكلم معاك الانتين صغيرين خالص انت هنا خد نفس اكلمني حصل خير ركز في الكرة الجاية محتاج تريح نفس دي او ترجع تاني ولا لأ حاجات صغيرة بترجع البني قدمين للجيم او ان انا دماغي خلاص الزمن انا ما بقتش في الزمن الورى انا بقت في الزمن القدام انا بقت باصس على حاجة ما هتيجي الاكتر من ان انا باصس على حاجة ما هتيجي في الكويس ان انا قلقان من حاجة ما هتيجي برضو بمعنى انه انا مش بفكر فيه انا لما هكسب هعمل ازاي هو انا لو خسرت هيعمله فيه ايه او انا لو خسرت اهلي هيشوفوني ازاي دي افكار الـ verification بتاعها والنقاش فيها مش يوم الاداء ولا قبله باسبوع واثنين دي افكار بتتناقش فيها كل يوم شهور علشان الشخص يبقى عنده قدرة حقيقية على تنظيم الافكار دي في الاوقات بتاعت الاداء العالي عظيم عظيم فالشغلنا معقدة شويتين هاي لست مكملين مع الدكتور احمد ابو الوفى وشايفين اديه الحوار مفيد اكيد مع الدكتور احمد النهاردة اول مرة اسمع الكلام دوت والكلام فعلا مهم جدا بعد الفاصل نواصل خليكم معنا لست مكملين مع الدكتور احمد ابو الوفى الطبيب النفس السابق ليه النادي العالي دكتور احمد عايز عليك السؤال اه مهم جدا انه فريق انت بشتغل مع فريق او اي طبيب يشتغل مع فريق فيه اكتر من عنصر مش لعبة فردية بالطبيعة الحال عندهم طبيعة مختلفة سقفة مختلفة روتين يومي مختلف تفاصيل كثيرة مختلفة ورغم انه فيه فرق في العالم برضو انا لا اتحدث عن الاهل فقط فرق في العالم بيبع عندها اكتر من طبيب نفسي وتلاقي فيه لعبها بتتعصبه يا خارجة مثلا تلاقي لعب اه مجابش اربعة اجوال مثلا في اربعة مبارات واربعة بيطلع بره الجيم خالص يقول لك طب وكده يا ام او التوبيل نفسي ده بيعمل اي ما وكده بيعملش حاجة سؤال ده مخفيف قوي فضل يا ام او بس هيديني فرصة ان انا عايز اتكلم عن حاجات مهمة فضل براحك البني ادمين بتتوقع ان احنا صحرا او ان انا عندي قدرة حقيقية على تغيير شخصية شخص اولا الشغلانة بتاعتنا لا تساعد الا الاشخاص اللي عايزة تساعد نفسها حيوة دي مبدئية بمعنى انه لو انت مش هتساعدني ان انا اقدم لك حلول للمشكلات بتاعتك وقدم لك مهارات زيادة لك انا ما عنديش حاجة عملها لك انا مش هعرف ساعدك بالعافي صح فدي الحتة الاولانية ماش الحاجة التانية انه البني ادمين شخصياتهم على اطياف بمعنى انه في شخص ما انت شايفه متعصب دلوقتي بس هذا الشخص بزل مجهود مع نفسه كبير جدا 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 وفيه خمس ست مرات عصبية انت ما شفتهمش انا شفتهم فانا هشكره على انه ما تعصبش غير مره احدا زي ما اي حاجة في الدلق زي مثلا احد عنده سلوك ليه علاقة بانه بينام كتير بيفوت موعيد فاتحسن فبدل ما كان بيبوز عشر موعيد بقى يبوز خمسة دس متحسن فلا نقيص البشر الا على نفسهم بمعنى انه انا مش هقيص البني ادم على مصطرة ستاندرد هو لازم يمشي عليها بالزبط وإلا يبقى يا هو ما بزلش مجهود يا البني ادمين اللي بتشغل معهم ما بزلش مجهود البني ادم بيتأس على نفسه الحاجة التانية ودي مهمة قوي انه المهارات النفسية والزهنية هي مهارات راكمية وعلشان كده مهمة قوي 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 نشتعلم على الاطفال بداية من سنة عشر اتناشر سنة مش هنحتاج ان احنا نبقى نشغل مع الكبار خالص مش هنحتاج نسأل السؤال بتاعها و احنا كنا محتاجين حد معاهم في الاولمبيك سوال لأ لأنه المهارات الزهنية السنة بتاع التعلم بتاعها هو في المرحلة ما بين عشر اتناشر لحد ستاشر تبرداشر حلو هنا هيقطعك بسؤال معلش يعني توصل ان الطبيعي النفسي ده على مستوى الفرق برضو مش بس المفروض يبقى موجود في الفريق الاول ده المفروض يبقى مع كتاعات النشئين من تحت خالص ويشتغل مع الاطفال من هما عندهم عشر اتناشر سنة انا وجد نظر انه اهم من تحت اهم من فوق بكتير ليه لانه انت اللي انت هتعمله ويتحول الى جزء من روتينك اليومي هو هيبقى وانت كبير هتفضل بتعمله هو ناخد حاجات في حياتنا اليومية زي الصلاة زي غسيل السنان زي ان انت تبقى بتكلم اهلك تطمن عليهم دي حاجات انت تعلمتها من انت صغير تفضل تعملها كل يوم فبالتالي هتفضل تتحول كل يوم وهكذا فدي حاجة الحاجة التانية انه شخص الكبير قريدي خبرته في الحياة بتقنعه وعنده حق ان اللي انا عملته قبل كده ما هو ماشي وهكذا هو بيبقى عنده حق ما هو اللي عمله قبل كده ماشي فعلا وهكذا لكن ان انت تبقى بتوريله المارجن الزيادة المنطقة الزيادة اللي هو ينفع يوصل لها دي نقطة مهمة طب ده مش معناه ان احنا الشغل مع الكبار مش هجيب نتيجة لك هجيب نتيجة طبعا لكنها هجيب نتيجة كمان مع الصغيرين اكتر وبيعمل حاجتين بقى هنا لازم نتكلم ريسورش انا بحب الابحاث قوي بحب جدا الارقام والابحاث الاشخاص اللي بيتم الشغل معاهم على مستوى نفسي في السن من سن 10 سنين الى 12 سنة اللي هو احنا محتاجين 20 ديئة في اليوم على فكرة تمارين بسيطة خالص الاشخاص ينفع تعملها في بيوتها ومش للرياضين بس لكل الناس لكن الرقم ده رايح للرياضين لقوا انه الكارير بتاعهم البروفيشنال كارير بتاعهم بيزيد من سنتين لخمسة سنين الممارسة بتزيد وانه اعلى البيك بتاع العقد بتاعهم اعلى رقم بيوصلوله في العقود الرياضية بتاعتهم بتزيد لـ 30% لـ 40% فالأمريكان بيحسبوا الحاجات فلوس قوي فهو لقوا انه ده مهم لانه انت لما تعلموا للشخص ده قيمته السوقية على مضار الكارير بتاعه بالكامل هتبقى احسن وافضل هاي انا سألك هل فيه كياسات النفسية زي كياسات البدنية؟ طبعا ودي حاجة مهمة قوي وده هيخليني ياخد الأمور برضو خطوة زيادة هوا ايه التخصصات اللي كلها اسمها نفسي اللي ممكن تبقى موجودة مع الرياضين ايه الفرق ما بين خديج طب زي كده انا خديج طب ومعي ماجستير طب نفسي وده ومعي شهادات متخصصة شوية زيادة فيما يخص الاسبورت سيكولوجي ويه العلاج النفسي وعلاج الصدمات وما شاء وفيه حد خديج اقدام علم نفس او ميجور سيكولوجي من الجامعات الأجنبية وفيه حد خديج طربية راضية دول ثلاث شغلانات مختلفة خلص فهنا هنا هتكلم على الشخص اللي بيقوم بالقياسات النفسية اللي هو الشخص اللي خارج من أداب علم نفس وعنده قدر على القيام بحاجة اسمها سايكومتري السايكومتريك اساسمنتس او القياسات النفسية دي حاجة ممكن تقيس اي حاجة تمام؟ ومعتمدة على الشخص يعني معظمها هيبقى كويسشنير طويل في متين سؤال هدهولك هتجاوبه هترجعهولي هحاوله الأرقام الأرقام دي ممكن تقيس مستوى زكائك ممكن تقيس نمط شخصيتك ممكن تقيس الحاجات اللي ممكن تبقى بتتحاول اللي دوافع بالنسبة لك يعني بمعنى انه مين البني أدم اللي أنا محتاجة حمسه بالجمهور ومين البني أدم اللي أنا محتاجة حمسه بي المجد الشخصي ومين البني أدم اللي أنا محتاجة حمسه بالمكانة الاجتماعية ومين البني أدم اللي أنا محتاجة حمسه بالفلوس مين البني أدم اللي أنا محتاجة حمسه بي قدرته على قيادة ناس تانية دي حاجات محركة للبني أدمين ومش كلها زي بعض وهكذا حاجات كمان من الحاجات للقياسات النفسية اللي بتتقاس في السمات الشخصية مين ينفع يبقى مع مين في تيم مين تيم بلاير ومين لا مين أنا محتاجة أتكلمه الواحد ومين ما محتاجة أتكلمه وسط فرقة. مين هيقدر يبقى ليدر ومين لسه صعب أو مش هينفع خالص حتى في أوقات. وهكذا. فالقياسات النفسية حرفيا ممكن تقيس كل حاجة. وبعدين نتحرك لي حتة متخصصة شويتين. احنا عندنا قياسات ممكن تقيس التركيز والانتباه. عندنا قياسات ممكن تقيس سرعة رد الفعل. عندنا قياسات أهم بقى. احنا بنوصل لي حاجة بيسموها الـ Quantitative EEG أو رسم المخ الكمي. احنا ممكن نبقى عارفين الشخص ده نمه ملخبط ليه. الشخص ده تركيزه قليل ليه. الشخص ده تحت الضغط أداءه مش في أفضل أحواله. وهكذا. وبتعامل عليها تدريبات أكثر تخصصية. بعد كيس. نروح للفاصل ورجع كامل حالي مش عايز اللي نروح للفاصل والله بس. لسا كاملين مع الدكتور أحمد أبو الوفا طويل نفسي السابق للنادي الآلي بعد الفاصل نواصل. خليكم معنا. الدكتور أحمد أبو الوفا طويل نفسي السابق للنادي الآلي في الفاصل قال لي حاجة حقيقة جدا هنسمعها مع بعض دلوقتي. إنه زي كان بيستخدم التكنولوجي مع فريق النادي الآلي ومع العيبي. لا أنا عايزة أتكلم عن استخدام التكنولوجيا في المطلق. في المطلق. يعني هي مش حاجة من الأسرار. قولي في المطلق إزاي وأكيد أنت بتستخدمها يعني. طيب. أنا أخذ بالك في موضوع الأسرار ده. ما أنا فاهم إنه معي طويل نفسي السابق للنادي الآلي. مش هقولك مثلا هو كهرباء كان متضايق من إيه واخري عامل مش عارفه وقفشا من دايق بإيه. لكن إذا ما بنتكلم كمثال في النادي الآلي وشغلك في النادي الآلي فاته هتقولي الحاجات العلمية اللي نستشتغلين. عايزين نأخذ الحاجات شوية ليدنج. شوية يعني نبقى طلعيين شوية زيادة وهكذا. حاجة من الحاجات اللطيفة اللي عملتها الفترة اللي فاتت عشان أنا أتعلم. العلماء اللي بجد بجد. الناس اللي بتشغل في بلك شغلنا دي بيردوا على الإيميليات بتاعته. لما ببعت لهم إيميلي في حاجة أنا عايز عملها ومش عارف عملها إزاي يقولي طب تعالي على زوم ميتينج نوص ساعة نتكلم. فنتكلمت عن ناس كتيرة مهمة قوي في شغلنا دي بفترة اللي فاتت. وبقينا الحمد لله عارفين هو إيه اللي بيحصل دلوقتي في العالم. وهكذا ابتدى فترة إن في موضة كانت موضة دماء خفيفة وحتى كنت ممكن تبقى بتشوفها كتير على ريلز في إنستجرام. إنه يبقى فيه حيطة لو نوارت أخدر أن تحاولت تشوت الكرة هناك لو نوارت أحمر ما تشوتش الكرة هنا شغطها الناحية التانية وهكذا أو الف وبعدين يعمل حاجات وتباني إنها في صورة جيم كبير. الكلام ده ابتدى يبقى فيه فلوس كتير قوي بتتصرف هناك وهكذا لدرجة إنه أحد الأندية في ألمانيا يعني باير ليفر كوزن لو أنا فاكر صح عمل يونت كاملة كبيرة جدا فيها الكلام ده وابتدى يشتغل معها اللعيبة وبعدين ابتدى يعمله ريسورش فلاقوا إن الكلام ده بتنقلش الملعب. اللعيب تركيزه بتحسن في الجيم لكنه ما بينزلش الملعب ما بتحركش الملعب. بيبقى بتركيزه بتحسن جوة الجيم وبرا لا فابتدى يبقى طيبا عايز اللعيب يركز في الملعب أما لما بعمله تدريبات برا وإحنا قاعدين على ترابيزة على أبليكيشن على موبايل الجيمز اللي شبه السكرينز اللي انت بتشغطها أو بتاعه حاجات شبه كده هو بيتحسن هنا لكنه ما بيتحسنش في الملعب في الملعب. فابتدى يبقى التكنولوجي بتاعت الفيرشو الرياليتي أو اللي بسموها ايه؟ الفيرشو الرياليتي الفي ار نظرات الفير ار طبعين كأنه هكذا. بتدت تبقى جزء مهم جدا من التدريبات اللي بيسموها اف فيلد اكسرسيز اللي هو برا الملعب لأنه بيحطك بالزبط في نفس الانفيرومنت بتاعت الملعب. وبعدين يبتدى يبقى فيها حاجات كتيرة خالص ليها علاقة بالتدريبات الزهنية ليه الحاجات اللي يعلى قبل ملعب. مثلا من النظرات الفير ممكن تقسلك ضربات قلبك لو انت لابس ساعة سمارت ووتش مع نفس الابليكيشن في مواقف مختلفة من الملعب عامل ازاي؟ فانت خلي بالك انت هنا بتسترس اكتر من اماكن تانية فدي حاجة. الحاجة التانية انه بتقيس صحة القرارات. جيم صغير انت كأنك جوا ملعب كورة بتتحرك تلترسين درجة ولما كورة تجيلك هتباصي ولا هتشوت بس كده. وبعدين يقول لك صحة القرارات. يعني الابليكيشن اللي كنا نستخدمه دواخد الف سيناريو متاخد من الشامبينز ليج. وبعدين يعرضه لك بسرعة تسعين في المية. عملت كويس يعرضه لك بسرعة مية في المية من الحقيقة. عملت كويس يعرضه لك بسرعة مية وعشرة في المية من الحقيقة. ويقس لك عدد مرات لسكانز. يقس لك عدد مرات انت حركت راسك قد ايه فشفت ايه من الملعب. فيتعلم منك حاجة اسمها information processing. انت استفدت ايه من المعلومات اللي عينك شافتها. هو انت بتحرك راسك وخلاص بتشوف حاجة بجد. يعني مخك بيستقبلها بجد ولا لا. وبعدين مثلا فده حاجة. حاجة مهمة تقنية مهمة اوي 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 اوي. مهمة للرياضين وغير الرياضين اسمها neurofeedback. neurofeedback ده اتفقنا ان احنا بنعمل رسم مخ كامي. هذا الرسم المخ الكمي بعد كده بيتحلل ويتحط الى برنامج تدريبي مخصص للبني ادم ده. ببساطة neurofeedback انت بيبقى قدامك شاشة وعلى راسك بروبس بتاعة رسم المخ. فلو انت مركز الحاجة اللي قدامك في الشاشة هتتحرك. الفيديو يشتغل جيمي تكسب تجيب سكورة اكتر. فقط تركيزك يوقف. فترجع تتدرب بنفسك لانه كلمة neurofeedback معناها ان انا عندي تغزية مرتجعة من الحاجة اللي قدامي. فانا بدرب نفسي على تقليل التوتر او زيادة التركيز او حل بعض المشكلات اللي ليها علاقة بالنوم. فدي حاجة من الحاجات التكنولوجي اللي ممكن استخدامها. وابليكيشنز كتيرة خالص. حايل. عايز سألك سؤال مهم جلز. منا المميز اوي الرائع يا محمد عبوهاب صديقي وصديقك. هوبا جميل. اه. حال رياضي الرائع. عم هنا بسبب هوبا جماعة. حبيبي لا ده جميل. كنت عامين حلع زمان في الراديو قبل نهاية القرن. فريق اللي هيخسر جماهيره هتعمل ايه تان يوم او اللعيبة او الجماهير اللي يعملوا ايه تان يوم. دي فكرة مهمة جدا عشان في كتير ناس بتتأثر. انا ليه اديتك المثل ده. بتتأثر زيادة عن اللازم. طبيعي منازع لما في الراديو ما بتخسر. بس بتتأثر زيادة عن اللازم. ساعتها بتقولت ايه في الحلقة دي. اه. كانت من قلطف الحلقات. انا بعمل حاجات في الراديو طول الوقت. طبعا. فكنت معهوبة بنعمل حاجة اسمها سايكورا. اللي هو الجزء السايكولوجي جوه الكورا. هاي. وبعدين كنا قبل مطش نهائي القرن ب 3 او 4 ايام. حل. والناس كلها عملا تتكلم على الكورا والمكسب والفانيات. والمدرب ده هيفكر ازاي. والمدرب ده هيفكر ازاي. الحقيقة احنا كان في بالنا. هو جمهور القسران هيعيش ازاي تان يوم. طبعا. هيعمل ايه تان يوم. طبعا. حساتة نفسك ما تتبعش اخبار ما تبصش على سوشال ميديا لمدة يوم او حاجة بعد الحاجات ما تعدي. استخدم تمارين النفس اللي بتهدي البني قدمين عادي. لو انا حاسيت مش عارك اكتر من اللازم بنستخدم التمارين اللي هي علاقة بدرجة حوارة الجسم. زي ان انت تبقى تمسك تلجاية تشرب حاجة ساعة تعمل كمدات تغسل وشك حاجات صغيرة كده كل ما تحس انه مش عارك زيادة. تجنب الخناقات الغير ضرورية يعني ما تخشش في خناقه ليه علاقة بالمطشة او الحاجات جوه الشغل وجوه صحابك وهكذا. افتكر علاقتك الانسانية الاسسية. علاقتك بولادك علاقتك بصحابك علاقتك بالناس اللي انت بتحبوهم عيلتك بتاع حاجات شوها كده. كجزء من الحاجات اغرق قسطهم يعني شويتين ثلاثة. اتشتت باي نشاط ذهني تاني اراية فيلم. عادة ان السؤال اللي سألوك ده بسألو اللعيب او بسألو له مدرب. ايه اصعب مباراة عدت عليك كلاعب او مدرب. دكتور احمد اولوافق ايه اصعب مباراة كانت عدت عليك في شغلك مع النادي لعيك. كانت صعبة عليك وطبعا بطبيعة الحال اعملت فيها مجهود كبير. كانت مباراة صعبة. هقولك اللي بقوله لكل اللعيبة طول الوقت. احنا عندنا الماتش جاي بس. العالم كله هو الماتش اللي جاي. فكل ماتش او الوحيد للي عندنا. هو ماSL مهم ولا الصعب. هو الوحيد اللي عندنا. احنا عندناش اي قدرة على التحكم فالزمن صح? فبالتالي انت مش ضامن اي حاجه خالص في الزمن الي جاي. فالماتش الوحيد في حياتك هو الماتش الي جاي. وكل الماتشيات الي فاتت اثرها خلص. فبالتالي الماتش، انت ما عندكش غير الماتش الي جاي. مش إنه هو المطش الأهم مش إنه إحنا محتاجين نبقى بالركز في حاجة حاجة هو فيش غيره حرفين آه ومفيش غيره عشانت أنا مش عارف اللي بعد كده هيحصل فيه ولا قبل كده خلص خلاص الحاجة اللي في إيدك باختيارك الحاجة اللي مش في إيدك مش باختيارك فبالتالي بما إنه مش في اختيارك الزمن فأنت ما عندكش غير المطش اللي جاي المطش اللي جاي إيه المطش وأنت بتفرج عليه بكيت يعني كأهلاو بقى كطبيبنا يعني تأثرت جدا يعني سواء فرح أو زعل يعني طبعا مطش الوداد هناك السنة اللي فاتت ده مطش النهاية أفريقيا ده ده حاجة كنت معاك أنا في الإستاد وانزلتلكم آه كانت حاجة مهمة يعني آه كنت مقود ده المطش اللي تأثرت فيه جدا لإنه الولاد دوقتها بجد تعبوا جدا تعبوا حقيقي وبازلوا مجود كبير حقيقي وأنا يعني محظوظ أنا محظوظ إن شتغلت مع الناس دي والله محظوظ جدا أخر حاجة وأنا بغتل معاك بجد ما فيه زعل ولا أي حال ولا دي ولا أي حال خالص أنا عايزي الجمهور يعرف الكلام ده خالص 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 كلام أسكتور أحمد بواف مش زعلين وهم كانوا زعين من أحمد بواف مش الكلام ده خالص بجد 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 أنا سعيت قبل ما اشتغل في النادي الأهلي على مدار شهور و سنين سنين حقيقي يشهد على كده دكتور أحمد أبو عبلا لأنه هو كان وقتها موجود أن أنا أكون موجود في المكان ده و حققت حلم شخصي مهم جدا 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 و حقيقة كل التفاصيل بتاعة هذا الحلم كانت هتظل عالقة في تاريخي طول الوقت لكن زي طباقة على الأمور و زي كل البشر في أوقات الدنيا بتزنقهم في ترتيبات مختلفة للأولويات ده اللي حصل أنه مرحلة ما من حياتي عملت فيها حاجة نفخور بيها جدا و هفضل استمر بعملها بشكل يمكن فردي أكتر أكيد بقى خلاص عندك صداقات مع كل الناس و هكذا و أي حد هيبقى محتاجني في حاجة هيلقيني ده بالتأكيد لكن زي أي و دي حتة مهمة فضل فضل حقيقي اللي بيشتغلوا في المنظومات الرياضية و بالذات جوة النادي الأهلي أبطال أطباء عمال مدلكين إداريين جهاز فني أو إداري و هكذا حاجة من الحاجات اللي فرق معاه جدا أنه للوقت اللي أنا بقضيه مع بناتي كان قلال قوي و ده كان حقيقي شيء شيء قاسي تضحيات كبيرة حقيقية يعني أنا فاكر كويس قوي أنه فيه من أصعب أنت بتسألني إيه أصعب ماتش عد عليك في حياتي أصعب ماتش عد عليك في حياتي وأنا بيشتغل في النادي الأهلي كان بطولة الجمهورية للجنباز اللي بنتي فيها وأنا مش عارفة كل موجود عشان مسافر أصلي ده أصعب ماتش على الإطلاق أنه بنتي في بطولة الجمهورية للجنباز وأنا عايزة لوحة أشجعها وأنا عايزة أبقى معاها وأنا بالنسبة لها حاجة مهمة نمبر وان فان يعني طبعا وأنا كنت مسافر و كطفلة أنا مش عارفة أفسر لها إزاي إن أنا مسافر طبعا وهكذا ده بيحصل في حياة اللعيبة في حياة كل الرياضيين في حياة كل الأشخاص اللي بتشتغل في المنظومات المساعدة للرياضيين كل يوم بشكل متصل فأنا كان عندي رفاهية إن أنا أرجع أحضر كل تمارين بناتي تاني والبطولات بتاعتهم وما هكذا واتمنى لهم أنه وفي نفس الوقت حققت حلمك بالعمل في المنظومات وحققت حلمي بجد وممتن حقيقي لكل البني أدمين وكل الأشخاص اللي أنا أشتغل دكتور أحمد الحوار معاك فعلاً كان ممتع وبسامتك الحلوة دي اللي ما بتخلص طول الحوار يعني أنا بشكرك شكراً جزيلاً كان بجد لقاء حلو جد حبيبي الله يخليك شكرك الله يخليك شكرك دكتور أحمد شكراً جزيلاً اختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على أدخل